بخطا حثثة ورؤية ثاقبة يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حافظه الله حراكا سياسيا ودبلوماسيا اماراتيا متواصلا ومكثفا في سبيل حل حالة ازمات شائكة في منطقتنا العربية والعالمية والبحث عن حلول نوعية لها بما يسهم في دعم امن واستقرار العالم جهود جبارة يبذلها عبر قمم متواصلة ومباحثات مكثفة بدأت من مدينة العقبة الاردنية مع قادة دول شقيقة وصديقة كما اجرى خلال الفترة نفسها مباحثات هاتفية مع العديد من قادة ورؤساء حكومات عدد من دول المنطقة والعالم هدفت لتعزيز العلاقات الاماراتية الثنائية وتعزيز التضاون الخليجي والعمل على لم الشمل العربي ثلاث وعشرون قمة اماراتية عربية ودولية حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حافظه الله بنفسه لتنسيق الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة التحديات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم كل تلك الجهود الجبارة التي يبدلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حافظه الله تاتي ضمن سعي الامارات لتعزيز الامن والاستقرار الدوليين حيث اثمرت تلك الجهود بحدوث اختراقات نوعية في بعض الملفات الشائكة على رأسها الازمة السورية عبر استقبال الامارات للرئيس السوري بشار الاسد في اول زيارة له لدولة عربية منذ احد عشر عاما كما كثف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حافظه الله جهوده الانسانية للتخفيف من تدعيات الازمة الاوكرانية وسط سعي دبلوماسي حتيث لدعم حل سلمي للازمة وتوجد تلك الجهود بزيارة السمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الى روسيا واجرائه مباحثة مع نظيره الروسي سيرجي لاظروف لدعم هذا المسار وعلى صعيد القضية الفلسطينية فقد اثمرت جهوده بقمة ثلاثية اماراتية مصرية اسرائيلية في شرم الشيخ تناول التعزيز العلاقات بين الدول الثلاث واهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني والتنمية والاستقرار في المنطقة جميع تلك الجهود الدبلوماسية والسياسية المتواصلة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله بنفسه جعلت من الامارات منارة مضيئة وقبلة للسلام يقدم اليها من عصفت بهم عادية الزمن فاشادوا وتغنوا بالامارات ووثقوا بها وبقيادة سموه الحكيمة الخيرة وصدقه الكبير في الاخذ بيدهم الى بر الامان الذي ينشده العالم بدبلوماسية متوازنة وشجعة تجاه حل العديد من الازمات ترجمة نانسي قنقر